السلام عليكم ورحمة الله نتكلم عن اعطال التلاجات دي فروست التلاجات العادية اللي هي بتعمل تلج اول قط ممكن بيظهر معنا دي طبعا اهم الاعطال اللي هو تكوين تلج في المراية اللوحة اللي بيكون تحت في الباب اللي تحت بيكون فيها تلج كتير ده بيكون سببه السرومستات ما بيقفلش او عالي المؤشر على اعلى درجة فنقلل السرومستات او نتأكد ان هو بيفصل او لا اه تاني حاجة ممكن تعمل لنا تلج في المراية اللي هو جوان الباب الكويتش اللي حوالين الباب ده ممكن يكون مش قافل كويس مش محكم القافل في مشكلة في المفصلة او في جوان نفسه مقطوع فده بيدخل هوا سخن بيكون تلج كتير تمام ده تاني مشكلة تالت مشكلة اه ممكن تحصل في تكوين التلج اللي هو سخان المراية طبعا اللوحة اللي بيكون موجودة في الويش دي بيبقى خلفها سخان ده وقت الفصل بيشتغل السخان طبعا يسايح التلج وكله وينزل في الصرف بتاع التلاجة فلو السخان مش شغال هيكون التلج برضو فده ثلاثة اسباب اه علشان بيتكونوا تلج في المراية او اللوحة اه التاني مشكلة بتحصل في التلجات دي فروست اه نلاقي قطرات مية سقف الكابينة اللي هو الباب اللي تحت السقف بتاعه بتلاقي فيه مية طبعا دوت سبب واكيد الجوان بتاع الباب انه هو بيخرج الهوى البارد ويدخل هوا سخن فبيعمل المية دي تعريق المية دي اه تالت مشكلة معنا تجميد جيد في الفريزر وعدم تبريد بالكابينة الفريزر بيلاقيه بيجمد كويس جدا اي حاجة بنحطها يكون اه بتجمد كويس لكن تحت التبريد ضعيف اه طبعا دي برضو المشكلة دي اه ممكن تكون سرمستاد سرمستاد ما بيفصلش فبيشتغل باستمرار او بيفصل قليل تمام خصوصا ان احنا بنفتح الباب اللي تحت كتير اكتر من اللي فوق تمام وممكن يكون سبب تيرد التبريد فيها سدد يعني ايه سدد غاز الفريون طبعا بيمشي في المواسير فيكون بزء من مصورة اللي فيه مزدودة وخصوصا بتحصل في المراية اللي تحت بيكون فيها السدد فما بيوصلش ليها الفريون فما بتجمدش باستمرار او بتجمد جزء منه فما بيحصلش اه تبريد كامل تحت وممكن كمان يكون نقص بالشحنة نقص بالشحنة الشحنة انت شحنت فريون لكن الشحنة مش كاملة محتاجة تتزود شوية علشان يوصل لجميع المواسير من فوق وتحت اه فده اه تالت حاجة اللي هو اه تبريد كويس في فول فريزر وتحت ضعيف اه رابع حاجة التلاجة بتشتغل باستمرار لو لاحظت ان التلاجة بتشتغل باستمرار اه ما بتفصلش وترجع تشتغل تاني فدي مشكلة كبيرة لان هو ممكن تأثر على مطور التلاجة او كباس التلاجة فلازم نشوف الترمستات ممكن يكون هو السبب وده احتمال تسعين في المية ان هو يكون السبب ما بيفصلش او المكان بتاعه اه مش محطوط في مكانه كويس اللي هو عند تجميع التلاج وبعدين نفحص طائرة التبريد ممكن لو انت شاحن قريب ولا حاجة شاحن فريون ممكن تكون الشحنة زيادة او نقصة طبعا لو زيادة مش هتدينا التبريد المزبوط لو زيادة عن اللزوم ولو نقصة فريون مش هتدينا برضو التبريد المزبوط فدي معظم اعطال التلاجات دي فروست وازاي نقدر نتعامل مع الاعطال ونحلها شكرا اشتركوا في القناة